اشتركوا في القناة ما زالت في اماكنها عطارة كوكب السفر الاوراق مستردات يتقدم في برج العزلاء عمل سعادة لبرج الثور الجدي العزلاء على صعيد مدرع على صعيد علاقات على صعيد هيك قصة ممكن تكون جميلة بالمتبقي من الشهر ما زال المريخ يتقدم في برج السلطان مريخ هو كوكب الطاقة والحماس كوكب ممكن يعمل شوية متاعب صحية لما بيكون بموقع غير مناسب طبعا هو في برج السلطان فلازم مواليد برج السلطان مواليد برج الحمل الميزان والجدي ينتبهوا شوي صحيا بسبب وجود الزهرة أيضا في برج الميزان أول أخباري العزيزنا مولود برج الحمل لليوم الناس شايفينك أفضل من العادة شايفينك مبتسم مشرق يمكن عم بسود الحب والأجوال الإيجابية حوالين الحمل عم تفرض آراءك تجاه من تحب عم تمتلك قرارات بمساعدة الأصدقاء وقادر تعتمد على صدقاتك وعلاقاتك هلأ هاي الأيام عم بتطور حياتك وحظوظك مساعدة تدعم تشارك وحواليك أخبر مولود برج الثور صلك يومين ثلاثة يما كتير مرتاح أنا بقول هذا اليوم أفضل من اليومين اللي راح هو المسا أفضل بكتير من النهار حاول ما تنقض كل ما تقع عينك عليه ما تكون عيدائيا ولا مزاجيا أنا بشوفك اليوم عم بتميل الشجار على الأقل بالنهار هلأ أنت رح تكتشف قد بعض الظهر الأمور بالنسبة لك أفضل أسهل أنت رح تكون أكثر استقرارا ويمكن يكون فيه خبر جميل مولود الجوزاء؟ لا بالعكس إذا عنده مسؤوليات إضافية فأنا نصيحتي أنه يقلل شغله اليوم مبكير إذا بدك لما يجي الألأ يعني على حياتك أو يكون عندك موجة أحباط أنا برأيي أنه اليوم فيه جو منافسة حواليك أو اليوم ضاغط بالعمل عم تشعر بتقنيب ضمير حتى أنك ما عم تشتغل كما يجب كأنه ما عرفان من وين بدك تبلش من وين بدك تكمل تأخير على تأجيل على شوية عطال بد الحكاية شوية هدوء وعلى كل الأحوال مثل ما عم قللك إذا عندك قصة مهمة عملها اليوم ولا تأجلها لبكرة مولود برج السلطان أحد الأيام الإيجابية لألك ليكون عندك مشاكل تتعدها أو في طريق صحيح بالنسبة لألك أو كلمة حب أو إحساس بالتفوق أو تحسن أمورك حصوظه مساعدة اليوم لمولود برج السلطان قد تجد حلول أو يكون عندك اتصالات أو حوارات صاخبة أو عم تبزل جهود لترتب أمورك أنا بشوف عندك ابتسامة وتفاؤل اليوم برج السلطان أما مولود برج الأسد أنت اللي متضايق صار لك يومين ثلاثة يوما كتير مبسوط فيه نوع من أنواع التوتر بس ملاحظ أنه ما في شيء سيء يمكن قلق صحي أو قلق عائلي أو محتاج أنك تضبط بعض الأوضاع فيه ممكن واجبات عائلية أنا بقول للمسا أمورك أفضل بكتير فحاول تزن الأمور بميزان الهدوء يعني وانتبه من الإجابات المتسادعة مولود برج العزراء اليوم الأمور جيدة لألك فيه فرص لتكون أمورك منيحة اليوم ممتاز لعلاقات شخصية مرحك عم يجزب لألك الآخرين ويمكن تلاقي حلول لمشكلة أو عرض يلائمك أو محبة أو مساعدات أنا بشوفك مرتاح على كله متفائل على الأقل وفيه خيارات تسعدك وربما توسع قاعدة صداقاتك محيطك يهتم بك اليوم مولود برج الميزان اليوم عم بناقش بعض الأمور المالية تقبض مستحقات سابقة تهتم بحقوقك المالية وتطالب بها وعم تلاحق أمورك بنفسك لترتب أمورك بس يعني أنت مشكلتك مولود الميزان بس كان وضعك المالي جيد تصرف أكثر مما هو متوقع فحاول تخفف صرف لتفرح بعائدات مالية يعني اليوم صرفك غالبا على الرفاهية مولود العقرة فهي بكير وعنده سكينة نفس عموما الأجواء إيجابية عزبة مميزة عندك نوع من أنواع الفئة البكير والنشاط الإيجابي لتحكي عن اللي موجعك محبوب من الآخرين عندك ميزات بالحوار تشرح وجه التظرك وتتحكم بحياتك أنا بشوف هاي الأيام أيام جيدة للعقرب طبيعي بوجود الأمر ببرجك قوس حاول ما تخسر حدا من أصدقائك لأنه اليوم فيه تعب فيه مشاكل مانا كتير بسببك فيه لا مبالاة على الغالب على كل مساء أمورك أريح بكتير كلما تقدم النهار رح تشوف أنه الأمور أريح فاهتم بنفسك بأصدقائك لأنه غالبا أنت شديد الإنفعال تسيء لنفسك أكثر مما تسيء حتى لمن حولك معاجبك بعض الممارسات الفوضوية حولك مولود برج الجدي اليوم علاقاته إيجابية فرح عم ينتابه عم يتواصل مع من حوله الأجواء مشجعة ويمكن فيه إشراق أو سحر اليوم حواليك هو اليوم الأفضل للتحالفات للتعارف ليكون فيه عندك سفر إذا وضعك يسمح طبعا لتدخل أوساط جديدة يمكن أو تبسط بعلاقات اليوم عم تجتمع بأشخاص طالك زمان ما شفتون رغم أنه اليوم للدلو أفضل من مبارح وأولة مبارح إلا أنه فسر مشاعرك وتكلم عما يضايقك اليوم يوم محتاج أنك تتحمل شوي للمساء على الأقل لبعض الظهر ما ترد بعفوية غالبا بالنهار عم بخيب أملك ببعض الأوضاع أو في بعض المضايقات أو متطلب أو عصبي أنا أولي لازم تهدى وتقلل من كلامك العفوي اليوم يوم طاقتك قليلة مولود الدلو أما مولود برج الحوت فاليوم عنده عم يأسر الآخرين بمحاولاته للإقناع متحمس للجديد الجو مناسب داعم بس إذا بدك نصيحتي كل شي مهم عمله اليوم ولا تأجل شي لمكرة خاصة أنه اليوم قادر تحافظ على الجو منسجة مرغوب عم تكتر الاتصالات في حواليك مشاريع جميلة خليني أعيد مولود اليوم اللي هو مولود تسعة تسعة وأتمنى له السعادة إن شاء الله إيامكم دائما خير طبعا مولود تسعة تسعة صديق وفي عموما رايق هادئ لطيف علاقاته جيدة رومانسي قليلا يعني ما كثير تشدوا إيدكم بحكاية رومانسي إذا اعترضته عراقيل يتعداها وبيلاقيه لحلول من الأشخاص اللي هنن ما لهم خلاء مثل ما بيقولوا على الحكي الكتير هو سيد الهروب من المشاكل مولود محافظ عموما بعلاقاته مع الآخرين لبق جدا بالحب يفتش عن الأمان قبل ما يفتش عن العواطف لذلك أنا قلت إنه رومانسي شوي مو كتير مولود حساس طيب بيتوتي محب للعائلة يعني صامد هذا المولود دايما بالنسبة له المساعدة الآخرين شغلة مهمة أنا بلاقي السنة كتير مهمة لأنه هلأ بلشت فيها نوع من أنواع التغييرات الإيجابية وغالبا ممكن تختم السنة بأفضل مما بدأتها ما ما بعرف إذا عمليا أو عاطفيا بس الله يحقق لكم اللي أنتوا بتتمنوا رسألكم أكيد على الستعاش تمنتعاش خمسة وأربعين من أي موبايل داخل سوريا تمنتعاش خمسة وأربعين من أي موبايل داخل سوريا فراس ابن نجمة والله أنا بشوف المتبقي من السنة فيه فرح يا فراس أمورك جيدة جدا يا روحي وغالبا فيها تغييرات مهمة فالله يقدم لك في الخير ويفرح قلبك جاد وخنساء أمورك جيدة جدا يا شباب حلوة العلاقة وإيجابية وهي حلاوتة أنه صحي شوي عصبية بس بيوش واحد ما نبوشين وهي قصة جميلة على هذا الزمن الصعب جاد صباح الخير رانيم ألفين وخمسة رانيم الأمور جيدة بالنسبة لك وإيجابية والسنة بالمتبقي منها مهم وحلو وغالبا فيه تغييرات يعني صراحة الأمور إيجابية حيدر عم بيسألني مع خطيبته كأنه ولاء استدوقاتكم إحدى العلاقات الأفضل يا حيدر علاقة جيدة جدا وأنت مغرم بها يا حبيبي على كل الأحوال والأمور بناتكم جميلة وأنا برأيي المتبقي من السنة جيد وللتغييرات زناوي يعني على قصة جميلة بارككم فيها عائشة بنت فداء مواردة 91 عائشة هلأ لبلشت سنة بالنسبة لقلك الشهر الماضي كان كثير صعب وما بظن كان للتغييرات هلأ الأشهر القادمة هاد واللي بعده يعني إن شاء الله تختمي السنة بأفضل مما بدأت يا عائشة قصة باركلك فيها وتكون جميلة محمد ابن رغدايس دوقاتك يا محمد والله عندك سنة حلوة يا روحي يعني هي السنة الماضية كانت متعبة جدا هلأ شوي شوي الأمور عم ترجع بتستقر وتعودوا إلى قواعدها والأمور لألك إيجابية المتبقي من السنة مفرح إذا بدك رانا عبد المسيح يسد وقاتك يا رانا والله السنة جيدة بالنسبة لألك بس هاي الفترات كونك عم تسأليني صحيا فهي للقلق الصحي للقلق وليس للتعب الشهر كامل الآن على القصة صحية تخصك أو تخص أحد المقربين بس المتبقي من السنة جميل ويا رب يكون المتبقي من السنة جميل وللجميع يسد وقاتكم وتظلوا دائماً بخير وقاتك يا رب شكراً كتير لألك يا مادام شكراً لألك يا مادام نجلة صار الوقت لننتقل مرة أخيرة لعند الشيف بشرة ونشوف طبقنا بشكل نهاي